أشك هل النجاح هيكون على المدى الطويل؟ ممكن النجاح يبقى بفترة قصيرة جدا وده اللي احنا شوفناه سنين اللي فادت كلها عشان كده بنقول لا النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في حتة تانية خالص نرجع تاني لمشي النهارده زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة مباراة مش سهلة مباراة لو بصنا فعلا بصورة عملية لجدول الدوري لا فريق عايز يعني يمسك فيك بأي طريقة علشان ياخد منك نقطة وفريق فاركو بيقابل البطل وما أدركه بالبطل بطل أفريقيا نادي القارن حامل لقب الدوري المسم الماضي فأي فريق النادي الاهلي حيلعبه حيمسك في النادي الاهلي وفاركو بالذات عايز ينقذ نفسه النقطة زي ما قلت لحضراتكم تفرم معاه كويس قوي 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 هتطلعوا درجة على الأهل يطلع من المثلس اللي هو باله فيه فترة فاركو الفترة دي بيحاول يجمع نقاط لأن حضراتكم احنا خلص احنا بنكلم على الدور التاني فأي نقطة هتكون مؤثرة خصوصاً خصوصاً للمجموعة اللي بتعاني تحت في جدول الترتيب النقطة ممكن تنقذ فريق ممكن تنقذ فريق معاه يعني مدير فني شاب حد يقول لي طب هو فاركو أول موسم 22 21 22 22 بدأ بداية كويسة قوي وخد المركز التامي الموسم اللي بعده 22 23 خد المركز التاسع السنة دي كان عنده طموح إن هو يطلع فوق شوية كمان وهم عندهم ممكانيات مادية على فكرة جاء في البداية مدرب بورتغالي قاعد ثلاث ماتشات اللي الأمور ما مشيتش معاه كويس مشي جاء كابتن خالد جلال قاعد سبع ماتشات مشي بعد الأسبوع العاشر دلوقتي عندهم مدير فني شاب هو مدير كان دايماً بيبقى موجود في الأجهزة الفنية كمساعد كابتن أحمد خطاب عايز يعمل لنفسه مكانة طور الأداء مع فاركو قدر فاركو يجمع بعض النقاط ولكن هو ما زال في موقف صعب طيب نرجع بقى للنادي الأهلي النادي الأهلي مستعد لهذه المباراة مستعد لهذه المباراة رغم المعاناة رغم المعاناة المعاناة من إيه بقى؟ لا أمور كتيرة جدا ضغط الإجهاد الإصابات هتقول لله ده أنتم مريحين ومريحين بقى لكم فترة وكان عندكم أسبوع كمان من ساعة الدولي لا مش أسبوع أولاً طيب نيجي نتكلم على لعبتنا اللي هما كانوا مريحين 11 لعيب منهم كانوا مع المنتخب الأول نعدهم حمد الشناوي أصطفى شبير حمد عبد المنعم ياسر إبراهيم رمي ربيعة حمد هاني أحمد نبيل كوكا عمر كمال عبد الواحد مروان عطية إمام عشور أكرم توفيق تكلم عن 11 لعيب فرقة كاملة أغلبهم لعب فما ريحش حتى أكرم توفيق اللي هو كان من المفترض إنه هو يلعب ماتش النهاردة حصلت له أصابة في الرجبة ويغيب عن مبارة اليوم طيب كمان كان فيه كريم الدبيس وحمزة علاء مع المنتخب الأولمبي بيرسي تاو وقاليو ديانج مع جنوب أفريقيا ومالي وللأسف مش جاهزين للأسف مش جاهزين يعاني من الإصابة زي بيرسي تاو وعدم الجاهزية زي ديانج وسام أبو علي مع منتخب فلسطين برضو رجع مصاب يعني بتتكلم عن 16 لعيب كانوا مع المنتخبات الفترة اللي فاتت اللي الناس بتقولك أصلي النادي الأهلي كانوا أخذ راحة وكمان ما عندنا كمان علي معلول الظهير الأيصر الرائع في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية بصفة عامة أو في المباريات كلها بصفة عامة عنده أصابة فوتر أكيلس وحيغيب فترة فبتتكلم على جهازية النادي الأهلي ليه؟ الفترة اللي جاية مرحلة المطبط الصعبة دي في غياب فرقة كاملة يمكن بالاحتياطي كمان بالاحتياطي ولكن في الآخر خالص زي ما بنقول إن النادي الأهلي عينوا على البطولة ما بنقولش ما بنقولش بقى بنخلق مبررات أصل الأهلي مش عارف ما حصل لا إحنا بس بنقول الصورة بصفة عامة بننقل الصورة بصفة عامة ولكن الأهلي قادر إن شاء الله على العودة مرة أخرى المكان الطبيعي في المقدمة وبإذن الله يحافظ على اللقب الغالي لقب بطولة الدوري العام المصري هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل الزميل العزيز محمد الباز المحلل الرقمي نتكلم معاه عن أرقام الفرقتين فرقة النادي الأهلي وفرقة فاركو قبل ما انش النهاردة انتظرو